مرحبا بكم معي لبنات فيديو جديد ووصفة جديدة كيف المعتاد اولا قبل ما تفرجوا في الفيديو كانت منها تخليوا ليها لايك وكذلك تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وكذلك تدعموني باللايك ديالكم والبرتاج في مواقع التواصل الاجتماعي ان شاء الله باش تكبروا القناة ونكبروها مع بعضي ان شاء الله بالنسبة الوصفة ديالنا عبارة عن فطائر كيجوا رائعين جدا كيجوا قطنيين هذا انتو ما كتشوفوا الناتجة قدام عينيكم وده باندزو المقادر بالنسبة المقادر عندي اه خمساد الكيسانة وخمساد الكوؤس ديالتقيق عندي جوج معلق كبار ديالنيدوغبراء او بودرة الحليب عندي ملحة عندي معلقة كبيرة ديالزكارسانيدا ربعات المعلقة ديالززيت ومعلقة كبيرة ديالخميرة الفورية والماء يكون دافئ بالنسبة الكمية ديال الماء عندي كاس ونص بالنفس الكاس اللي عبرنا به الدقيق هناك نخلط النواشف ونبدأ بالملحة كذلك نيدو بالنسبة لي ما عندهاش بودرة الحليب تقدر تستعمل منيدو السائل الحليب السائل عفوا وهناك نضيف اربعات المعرق ديالززيت نضيف كذلك السكرسانيدا والخميرة رخلطتها مع شوية ديال الماء باش تفاعل وهناك نضيف الخميرة ديالي من بع الماء تفاعلات ديال وغادي نحاول نجمع العجينة ديالي بلما يكون دافئ بالنسبة المقادر غادي تلقوهم في صندوق الوصف وبالنسبة العجينة كما غادي تلاحظو معي ما غاديش ندلكها غير غادي نجمعي باش تجيني شوية قبطارسها ثوماك نضيف لما تدريجيا وهنايا كما كتلاحظو راني جمعت العجينة ديالي هذا هو القوام ديالها غادي نغطيها ببلاستيك عدائي كما قلت لكم راه ما مدلوكاش غادي نغطيها ونخليها ترتاح تا يضاعف لي الحجم ديالها وهنايا غادي ندوزو باش نحضرو الحشوة بالنسبة الحشوة عندي بسلام شلدة مع شوية ديال الزيت نباتية ربع كاس عندي كذلك شعية صينية عندي خزو أو جزرة مبشورة عندي حامض عسير نص حامضة عندي فرماج حمر بالنسبة التوابل عندي ورق الراند الملحة تكنجبير ابزار خرقم وكذلك البابريكا او التحميرا عندي بودرة التون بالسلسل الحارة وعندي كذلك الكروفيت وهنايا تنضير البصلة ديالي في قنار باش تشحر ومن بعد ما تشحر ليها كما كتلاحظو غدا نضيف عليها الكروفيت وكان خلط مزيان وهنايا غدا نبدأ نضيف في التوابل ورق الراند كنزيل الملحة طبيعة الحل شوية ديالي سكنجبير ابزار خرقم وتحميرا او بابريكا كنخلط الكروفيت ديالي مزيان باش تشرب ليها العطرية وكنخلها حتى الطيب وما ننسوش كذلك الحامض وبودرة التوم اللي ما متوفراش عندها بودرة التوم ما تقدر تستعمل غير التوم العادي وهنايا كما كتلاحظو الحشوة ديالي طابت او الكروفيت هذا نضيف عليها جزر مبشور وكذلك الشعيري الصينية نضغي الحشوة ديالي كالطيب لان الكروفيت ديجا مسلوق وكذلك الشعيري الصينية كل شي راسال في الطياب والحشوة بكت بقى دائما حسب الضوء ديالكم تقدروا تضيفه او تقدروا تعمروا الفطائر ديالكم باي حشوة وانتوفر عندكم تقدروا تستعملوا الاداد وكذلك الكفتة وهناك نضيف السلسل حارة هذي اختيارية وهناك ناخد الحجينة ديالي من بعد ما تضعف لي الحجم ديالها هذي نحاول نضلكها غير واحد شوية ومن بعد غذي نكورها على شكل كويرات انا قدرتها تلاتة تلاتة تلقطة وهنايا من بعد ما غنكورها غذي نبدأ نسلحها بالمدلقة وغير بيدي على شكل طالي وحاولوا تلقوها مزيان ليش ما تجي يكون شاكم عجنة حيث ما زالها هذي نخليوها تختامر قبل ما طيب هنا من بعد ما سرحت العجينة كان نقطعها بهذا القطة على شكل دائري هذا هو الشكل ديالهم هناك ناخد جرارة ونقطع واحد دائرة على هات الشكل هذا وهنايا غذي ناخد الحجوة نوضعها في الوسط ونوضع فوق منها القطعة اللي دوزنا عليها الجرارة او اللي قطعناها على هات الشكل هذا هي اللي كتكون في الفوق ونحاول ان تبتو الجناب هادي نشارك معاكم واحدة اخرى كندير الحجوة في الوسط وكندير فوق منها شوي ديال الفرماج محكوك وكندير فوق منها القطعة اللي شكلناها بالجرارة على هات الشكل هذا وكنحاول ان تبتو الجنب باش ما تحلش لينا الفطره ديالنا وكنحاول نقطع الجنب بجرارة ونخليوها غير هات كا وهنايا من بعد مشكلتهم كاملين كناخد اسثر بعيدا مخلط معا شوية ديال الحامض وكندهن به الفطائر ديالي وكنرشهم بشوية ديال لخش خاشها والسيمسين اللي متوفر عندكم وكندخلهم الفران نشعول على درجة حرارة ميتين درجة من الاسفل فقط حتى كي طيبوا لي من تحت داعت كننشعول على الفران ديالي من فوق باش يتحمروا لي وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالي كما كتلاحظو كيجيو قطنيين كيجيو لداد بزب ورائعين وبالنسبة للعجينة راتقدروا تستعملوها مع اي حشوة او اي نوع من الفطائر وصلنا الى نهاية الفيديو كنتم نعجبكم الفيديو ولا عجبكم ما تنسوا واش تخليوا ليه لايك وكذلك تعالى ولمان الله البارتاج مع الحباب لتعوم الفائدة وشكرا لكم على المتابعة وموعدنا ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله